اشتركوا في القناة من قسم التجميل الطبيعي كريم اسكنول البرتوكال احنا عملنا اسكنول البرتوكال في فيديو قبل كده هسيبلكو الينك بتاعه في صندوق الوصف هنعمل النهاردة الكريم المصنوع من اسكنول البرتوكال هو يعتبر سائل تفتيح والكريم اسكنول يعتبر كريم تفتيح هنجيب الاسكنول اللي عملناه قبل كده في القناة من قشر برتوكال وماء الورد هجيب الاسكنول هاخد منه اربع معالق كبار وهديف عليهم معلقة صغيرة من لبن البودرة أي نوع لبن البودرة ومعاهم معلقة صغيرة تانية من نشا الدورة او الكورن فلاور هحط النشا واللبن على الاسكنول واقلبهم على البارد بعد كده هرفعهم على النار هادية جدا او ممكن اعملهم على حمام مائي حمام مريم هعملوا وارجعلكم عملت وخلاص على النار نار هادية جدا وبقى اعمل زي المهلبية نفس القوام ده كده هاستنى لما يبرد وبعد كده هحطه فيه عجوة ازاز زويرة زي دي عشان استعمله بدل اسكنول السائل استعمل الكريم الكريم في الحالة دي بيستعمل في الاماكن الداكنة اللي محتاجة كسافة اكتر مش مجرد سائل ويستخدم يوميا هعبي وكده الكريم بقى جاس صلاحيته برضو اسبوعين بيتحطف مكان بارد بعيد عن الضوء استخدم الكريم زي ما هو كده بحطه على بشرتي الوجه الرقبة الكعين الرجبتين تحت الابتين في اي مكان في الجسم مناطق حساسة كسافة الكريم اسكنول البرتقان بتكون عالية فبيقعد مدة اطول بيتشربه الجسم بسهولة وطبعا باستمرار بحطه على نظافة يعني بنضف المكان اللي انا هحط عليه الكريم الاسكنول الاضافة الاخيرة اللي ممكن احطها هي نقط من زيت اللمون يعني ثلاث اربع نقط من زيت اللمون او ان انا استخدمه لوحده كده اتمنى ان الوصفة تعجبكم كريم اسكنول البرتقان سلاحية الكريم اسبوعين من تاريخ عمله جربوا وقولولي ايه رأيكم ما تنسوش اللايك لو اول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا او سبسكرايب فعلوا الجرس للكل شكرا للمتابعة مع السلام موسيقى موسيقى